درجات حرارة أعلى من معدلاتها بكثير وتقص دافئ في أغلب المناطق بمشيئة الله ليكون حار نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل سيتي مول المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم أعزائنا متابعين تقص العرب أصعد الله مساءكم يتزايد تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الدافئة خلال يوم الخميس بمشيئة الله لتكون الأجواء حارة كما نشاهد هنا من خرائط درجات الحرارة الواردة لدينا في ملكة استقص العرب كما نشاهد هناك أجواء حارة نسبياً في معظم مناطق المملكة لتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ما يقارب 10 إلى 12 درجة مئوية خلال ساعات النهار في أغلب المناطق لتكون الأجواء مشمسة ودافئة في أغلب المناطق على أن تصل لأن تكون حارة نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة خلال ساعات النهار وتكون الأجواء الليلية في معظم مناطق المملكة أدفأ من الليالي السابقة أما هذه الليلة في العاصمة عمان أجواء صافية درجة الحرارة تصل إلى 12 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 6 كم في الساعة وفي ثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان يوم الخميس 23 درجة مئوية إلى 15 درجة مئوية في ساعات الليل انخفاض بسيط على درجات الحرارة يوم الجمعة والسبت لتكون يوم الجمعة 19 درجة مئوية نهاراً و20 درجة يوم السبت وساعات الليل تكون ما بين 10 إلى 14 درجة مئوية في العاصمة عمان ومن العاصمة عمان إلى باقي مناطق المملكة ونبدأها شمالاً من أربد يوم الغد درجات الحرارة تتراوح ما بين 27 إلى 18 درجة مئوية في المفرق 27 إلى 15 في جرش 27 إلى 16 وفي عجلون من 24 إلى 16 درجة مئوية وأجواء مشمسة في كل المناطق في عمان 23 إلى 15 في الزرقاء 27 إلى 15 في البلقاء 24 إلى 14 في مادبة 25 إلى 14 أجواء كما ذكرنا سابقاً في البحر الميت قسمين للحرارة 31 درجة مئوية نهاراً و21 درجة في ساعات الليل في الكرك 25 إلى 16 في الطفيلة 23 إلى 16 في معان 26 إلى 14 وفي جبال الشراء 21 إلى 13 درجة مئوية وفي العقبة 33 نهاراً إلى 21 درجة مئوية في ساعات الليل أخيراً في الويشة 28 إلى 13 في الصفاوي 28 إلى 15 وفي الأزرق من 29 إلى 13 درجة مئوية كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز تقصي العرب إلى أن نلتقي في نشرات قادمة دمدم في أمان الله النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير تمويلكم شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاهي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل سيتي مول المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم موسيقى موسيقى